مساء الخير أنا كنت تكلمت في الفيديو السابق عن هاني شاكر وقانون منع أجاني المهرجين طبعاً زي ما قلت وما زلت أعتبر ويجب كل من هو مهتم بالثقافة أنه يقول هذا قانون قانون صحيح وقانون نحتاجه وقانون يعني كان لازم يطلع من زمان لأن الآن في حالة ونرجع ونقول المشكلة سبنا من الإبداع نحن الآن في حالة من تردي أخلاقي هذا الترد الأخلاقي سببه الأغانديين وكلم بقى عن واحد اللي هو محمد رمضان بأفلامه بأغانيه بكله يعني هو حالة حالة سيئة جداً يعني حالة يعني صحيح الفن يعبر عن المجتمع وفي نفس الوقت معه الفن له جانبين هو يعبر عن مجتمع وأيضاً هو إلى حد ما يصلح من المجتمع ما بيصلحش بطريق مباشر إنما بيصلح بأسلوب آخر هو الفن ليس أداة تعليمية ولا أداة يعني ما هيش لا هي بوليس الفن ما هوش لا بوليس ولا هو مدرسة إنما الفن بيخلق أو بيصنع الوجدان هذا الوجدان وهذا الإحساس هو اللي بيبتدي يميز من زي ما قلت إحنا ما بقاش عندنا التمييز بين الرديق وبين الجيد بين السيء وبين المسيد فعدم التمييز بيخلي دايماً الاختيار خاطئ فالآن أنت عندك هذا الشهرة اللي وصل لها محمد رمضان هي شهرة يعني بسبب إن المجتمع انحطت أخلاق انحطت الفنانين والمبدعين الحقيقيين تراجعوا لأسباب كثيرة مش عايزين ندخل فيها ما فيش من يكتب الأغاني بقيت الأغاني كلها عبيطة وتفهم ما فيش شعراء بصفة عامة لا شعراء شغريناء غنائي ولا شعراء فصحة في كل الأحوال محمد رمضان هو الحالة أو هو مرآة المجتمع التي لا يجب أن يكون عليها المجتمع ما احنا ما نقولش هي مرآة المجتمع ونفرح قوي ما هو المجتمع كده طيب لو المجتمع كده صلح المجتمع لازم صلح المجتمع وأيضا لازم تفهم أن طول ما ما فيش ثقافة عامة وما فيش تمييز حالا هيفضل هذا هو حال المجتمع لأن الفن هو عامد زي الدايرة أو زي بيملأ ويفضي هو بيأخذ من المجتمع وبيدي المجتمع بينقي شوية أنما طول ما كله فاسد المجتمع فاسد والفن فاسد عمال يأخذ فساد وبيدي الفساد بيأخذ فساد وبيدي الفساد فبيطلع ليطلع زي محمد رمضان وزي الأجاني المهرجانات ديا وزي الأجاني العبيطة دي كلها اللي بنسمعها دي مش أجاني يعني لا الشعر يسمى شعر ولا الموسيقى تسمى موسيقى ولا أي حال والشهر اللي خدها محمد رمضان هي يعني سعاد تقول يعني لا هو شكل ولا منظر ولا بتاع قيل إنه هو هيكون أحمد بزاكي هو لا يمط بصلة لأحمد بزاكي لا تمثيل ولا أخلاق أحمد بزاكي ولا أي شيء وشفناه إزاي يعني اتفرعن بعد ما طلع شوي وأحمد بزاكي كان مثقف يعني أحمد بزاكي كان قارئ وكان مثقف ابتدى يعني يتسقف لأنه كان من الجيل الجيل الستينات والسبعينات اللي طلع بقى كان بيقرأ وبرضو كان ملازم لجيل اللي طلع معاه كان جيل قارئ أحمد بزاكي كان اللي هو جيل عدل إمام ومحمد صبحي والناس اللي المثلوا مع أحمد بزاكي دولا كانوا قراء كانوا مثقفين محمد رمضان ما أعتقدش أنه هو يعني بيقرأ حاجة ولا بيعرف حاجة إنما النقطة بقى إن ما حدث ما يحدث الآن هو من مهتم بالثقافة وبتاريخ الثقافة هيجد أنه حدث من حوالي 120 سنة أو أكتر في أواخر قرن 19 وأولي قرن 20 كان فيه حالة شبيهة بهذه الحالة بالضبط سوء أخلاق سوء وتردي الفن والغناء كانت كل الأغاني اللي طلعة أغاني العبيطة وشد السطارة والكلام وكان في الجانب كان فيه الرجعية والتعصب زي اللي حاصل الآن اللي هو عندك ومش عايز أتكلم في الموضوع ده كتير الناس بتزعل إن طول ما أنت عندك الجزء الذي يكفر كل شيء لا تكلمش عن ناس معينة ولا في دين معين ولا في حاجة لأنه المشكلة إن معظم أنت عندك في كل التوجهات عندك اللي هو الجزء الذي يكفر كل شيء اللي هو بيعتبر حاطة عبد الوهاب ومكلسوم وفريد الأطرش في نفس المرتبة بتاعت المهرجانات هذا الذي يكفر الجميع وأيضا حاطة الشعر إذا كان شعر إبراهيم ناجي أو عباس العقاد أو علي محمود طه أو حافظ إبراهيم أو أحمد شوقي برضو حاطتهم في نفس الميزان وكله برايح جهنم يعني والجانب الآخر ما طول ما أنت عندك دون وما فيش إبداع حقيقي هيبقى دايما عندك إفرازات لأن الجسم بتاع المجتمع مش شغال مظبوط فهتطلع إفرازات اللي هي وطفرات اللي زي ده زي محمد رمضان وزي أغاني المهرجانات وزي ده أنه ما فيش إبداع حقيقي ما فيش ثقافة حقيقية ما فيش تنوير ما فيش تمييز فتلاقي المجتمع منقسم لتنين فحصل إن بردو في التسعينات كان فيه شيء شبيه اللي هو كان لو أنت ما بتسمعش الأغاني الشبابية وبتسمع الأغاني الدسمة تبقى متخلف وبردو ابتدت هذه الهجة اللي كله حرام الأغاني الشبابية وكله حرام ويا ريت ما حدش يحط تعليقات وكلام اللي هو إيه إن إحنا بنتحدث في مشكلة حقيقية للمجتمع إحنا جميعا المفروض يكون عندنا هدف هو إصلاح المجتمع طيب طول ما أنت عندك ما فيش إبداع حقيقي هيبع عندك هذه الإفرازات وده حصل في الفترة اللي زي ما أقولك 1880 وحاجة وبعدين لحد 1900 لما ابتدى يطلع سيد درويش وبرام التونسي والناس دولا ابتدوا يطلعوا بقى فيه شعر غنائي حقيقي قبل ما كانش فيه شعر غنائي كان كله ارتجالات وكله كان فيه الفصحة وحتى الفصحة أياميها كانت فصحة رديئة يعني لولا الفصحة بتاعت اللي جاءوا من بلاد الشام اللي أمها أيضا أنشأوا الجرائد زي عيلة تاكلا وعيلة زيدان ودولان دولان اللي نهضوا باللغة العربية عدوها لما كانت لأن كانت اللغة العربية كان الحكم العثماني كان مضيع اللغة العربية فرحة والحكم العثماني كان كاتم على نفس الناس فعندك سوق إدارة وسوق سياسة وسوق تفكير وسوق أخلاق وسوق ثقافة وكله أما ابتدت حركة التنوير تيجي مع طا حسين والناس دولان وابتدى يبقى فيه شعر غنائي على إيدي بيرام التونسي وابتدتهم مكلسوم وكان فيه زكريا أحمد وسيد درويش والناس دولان بيلحنوا بيغنوا وكان فيه المسرح حركة المسرح ده عندك نجيب الرحاني وعزيز عيد ويوسف وهبي في المسرح مع توفيه الحكيم بالأدب المسرحي أيضا قبل كده ما كانش فيه مسرح بمعنى مسرح كان فيه تهريج وكان فيه زيطة وهبل وبردو كان فيه إسفاف دولا اللي خلوا فيه أخلاق يعني فيه بقى المسرح له دور والفن له دور أخلاقي ودور إبداعي وإنساني واجتماعي وإخلاقي وكل ده وليه هدف على رأي توفيه الحكيم ليه مقولة بيقول أنه كان المسرح عمل زي الغازية اللي جابها ونظفها وخلاها كذلك زي فكر زي الجميلة خلاها بالرينة يعني وعلمها لغات وعلمها بتاعه وابتدى وثقافها ويعلمها الإراية وتفهم وتعرف وزي تتكلم مع المجتمع فهو عمل حالة لأن مصرح توفيه الحكيم مصرح يقرأ ويشاهد لأنه أدب أدب مصرحي فاللي حصل إن لحد ما مجيه توفيه الحكيم وطاحسين وكان قبلهم لطفي السيد وقاسم أمين ودولا هم دول اللي عملوا تنوير حقيقي وابتدى الفن يتنور قبل كده كان كله سطرة اللي فرحنا والكلام ده وحتى الأصابجي كان رايح للجهة دي لو لمه كلثوم خليته إلحان لها ويعزف وراها وكده ابتدى يعمل أغاني لها قيمة محترامي للجميع ورياض الصنباطي رياض الصنباطي طول عمره من الملحنين المحترمين الذين يعني محدش يدري يكلم عنه يعني أنا بعتز جدا بالرياض الصنباطي بحب وأفضل من لحن القصيدة هو رياض الصنباطي ف نحن الآن نحتاج إلى حركة تنويرية جديدة حقيقية تكون زي اللي حصل في بقى أيام ثورة 19 وابتدت طبعا هي ابتدت ثورة 19 من قبل ثورة 19 والحركة التنويرية ابتدت من بداية القرن العشرين من 1905 وكده اللي ابتدى يبقى فيه حركة تنويرية وابتدت طبعا ثورة 19 هي اللي عملت التفرة دي فنحن نحتاج إلى حركة تنويرية حقيقية تنهض بالمجتمع لأن مش مش بس كفاية أن انت تمنع محمد رمضان لأ انت عايز بقى يكون ما هو مقابل محمد رمضان عاوز ترجع ناس تعيد الفن كما يجب طبعا مش هتقدر تجيب يوسف واهبي تاني أو مش هتقدر تجيب ناس دولا إنما مش هتقدر تجيب فريد الأطرش تاني بس لازم المجتمع يكون في بديل ولازم يكون في إبداع حقيقي لازم يكون في حركة إبداع في الرواية في المسرح في السينما في الغناء في الموسيقى إتا محتاج يكون في فريد الأطرش تاني ورياض الصنباط تاني وعبد الوهاب تاني ومكلسوم تانية وأسمهان تانية إتا محتاج نشأة طبعا معرفش هتطلع ازاي لأنه على الساحة الآن يعني ولا كمان عشرين ثلاثين سنة سيطلع ناس لهم أي دور لأن انت الآن في العدم وشكلها تفضل كده وأرجع وأقول لأن هي في أواخر القرن التسعتاشر عاشت المشكلة دي عهدت يمكن خمسين سنة يعني ما بين ثلاثين لخمسين سنة إن استمرت وهو سامي البرودي في الشعر مشهور إنه هو اللي أعاد للشعر رونق اللي هو حركة الكلاسيكية وبعد سامي البرودي كان في أحمد شاوي حفظ إبراهيم اللي أعاد للشعر إنما الغناء قعد استمر لحد ما جيب رام التونسي وسيد درويش فهذا التاريخ نحن نتعلم من التاريخ لأن الآن انت عندك هو محمد رمضان والمهرجانات ده شيء خاطئ وشيء سيء جدا حتى سيء لصورة المجتمع لأن أنت أنا بتقعد مع ناس عرب هنا في أمريكا من بلاد عربية مختلفة ففاكرين إن المصرين كلهم محمد رمضان والسطور والمش عارف إيه فشيء سيء جدا فأنا مش عقد طول اليوم أقعد أصلح الصورة فده دور الفن ودور المجتمع ودور الناس والمجتمع علينا هو يرفض هذا وفكرة إن العملة الرديئة بترفضها أو بتطردها العملة الجيدة لا هو في الغالب الأقوى هو اللي بيطرد الضعيف فلو الرديئ هو الأقوى الجيد هو اللي هيطرد فنحتاج إلى حركة تنويرية حقيقية ثقافية وإلا هتستمر كما هي أو هيبقى فيه عدم مش هيبقى فيه فن ويمكن ده الأفضل لازم تقعد كده موضة ما فيش انتاج فني ولعل الحالة تتحسن ونشوفكم على خير إن شاء الله سلام